عندما نسمع بكلمة نائف البرلمان يتبادل لاذهان بشرة أنه الشخص سياسي أكاديمي مهندس طبيب أو رجل أعمال أو صاحب شركة هؤلاء اعتدنا على رؤيتهم في البرلمانات في إقليم كردستان في العراق كسر شخص تلك الصورة النمطية من النواب ياسين خضر هذا الرجل عمره 42 عاما يعمل كبائع متجول منذ 27 عاما ترشحة لانتخابات برلمان إقليم كردستان الأخيرة الاتجارة قبل أكثر من شهر وفازة بمقعد نيابي فيها ياسين هو من من أين يأتي ابن قضاء رانيا بمحافظة السليمانية يخرج في الصباح الباكر من بيته ويقود سيارته القديمة للذهاب إلى سوق المدينة حيث يدفع عربته المحملة بالحلوة المحلية التي تعرف بالحلاوة الشكرية أو الرملية ويسترزق منها ياسين يعرفه كل أصحاب محلات السوق وأغلب المتسوقين اكتسب شهرة واسعة للأسعار الرخيصة التي يبيع بها وروحه المرحة وتعامله الحسن مع الزبائل وهو مستمر في عمله لحد الآن هذا الرجل فيما يقابل مع بي بي سي يقول أنه حصل على أكثر من 6 ألاف صوت وفاز بمقعد من 773 مرشح خاضوا الانتخابات لكن من الذي شجعوا على الترشح وماذا كان برنامجه الانتخابي؟ خضر يخبرنا قبل الترشح للانتخابات أخذت رأي بعض الأصدقاء وأساتذة الجامعات وزرت الناس لآخذ رأيهم أيضا الجميع شجعني وأثناء حملة الانتخابية دعمني أولئك الأصدقاء بأموالهم وسيارتهم برنامجي للانتخابات كان برنامج حركة التغيير وهو تحقيق العدالة وتقديم الخدمات للمجتمع وكان يشمل جميع فئات المجتمع العمال البائعين النساء الأكاديميين لم يكن هناك برنامج خاص به كوني ترشحت ضمن قائمة حركة التغيير فبرنامجي كان برنامج الحركة استفدت كثيرا من وسائل التواصل الاجتماعي كوني لم أكن أملك المال لأتجول على الناس كما هي العادة فأصدقائي ومعارفي جميعهم وضعوا صوري على صفحاتهم على الفيسبوك ودعموني من خلالها بعض السياسيين وكذلك بعض النشاطاء شككوا على وسائل التواصل بقدرة ياسين على القيام بمهامه ورأوا أن مكانه ليس في البرلمان هجار أبو إدريس يقول لا يهم فوزه بل يهم شهادته وماذا سيقدم أزاد قولاي يكتب البرلمانات لها هيبتها ومكانتها برلمان كردستان والعراق بات مكانا للسطح والردح وصفقات المشبوهة مع احترامي لهذا الرجل فأنا لا أقصده تحديدا وإنما أتحدث بشكل عام لكن من هو ياسين وما هو رده على أولئك المشككين لنستبع أنا متعلم وحصلت على شهادة السادس الإعدادي الأدبي صحيح أنا بائع متجول لكنني لم أنقطع عن السياسة فقد قمت بإدارة جميع الانتخابات في قضاء رانيا باستطاعة الخوض في السياسة بكل أريحية وأجزم أنني أفضل من أولئك السياسين الذين يحكمون كردستان الآن صحيح أنا عامل وبائع متجول منذ عام 1991 لكنني شاركت في احتجاجات كثيرة ثم انخرطت في العمل السياسي وأسست مع آخرين تنظيما باسم تنظيم العاطلين عن العمل ثم شاركت في تأسيس هيئة التنسيق وفي عام 2006 قابلت نوشيروان مصطفى مؤسس حركة التغيير رحمه الله بعدها انخرطت في تنظيمات حركة التغيير إلى فترة ترشحي للانتخابات بي بي سي تجولت في سوق مدينة رانيا واستقصت أراء بعض الناس حول انتخابه احنا دزيناها للبرلمان ليتحارق على حقوقنا هناك مو على شارع احنا يوميا نلقي ياسين بهذا الشارع اذا يداوم بالبرلمان وبعدين يرجع يجي داخل الناس ليس مثل البرلمانيين القديم يروحون ويشيلون بيتهم للمحافظات العاصمة اذا استمرنا على نفس الايقاع كمعارض وبائع متجول املنا فيه كبير بان يدافع عن الفقراء ومهضمي الحقوق والعمال وزملائه الباع في البرلمان وارجو ان لا يتغير ويبقى على نفس الايقاع كما يؤكد هو ايضا اشتركوا في القناة